السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب وحبيب قلبي احلى متابعين في الدنيا متابعين قناتي قناة كل يوم جديد مجدد جندي لو اول مرة بتتابعوا معايا ما تنسونيش من اللايك من الشير سابسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنور رضاكم النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية مخلل كده يستهلوا بقوكم مخلل سريع جدا وان شاء الله هتكلوه بالهنة والشفة حاجة تحفة جدا 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 معايا المنظر باين حاجة روعة 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 الخيارة بتاعتي جميلة ومش مهرية ومسكة نفسها قوامها متماسك وبتقطم معا مش مهرية في ايدي شايفين المنظر وكمان الفلفل بتاعي مستوي حلو جدا يلا بقى بينا مع بعض نشوف آآ مقدرنا وطريقة تحضرنا وحاجة كده من الاخر لوز العنب معايا الفلفل بتاعي وطبعا غسلاء ومنظفاء وبعد ما بخسله بفتحه من تحت بالشكل ده لان لما بنفتحه من تحت لما بنطلعه من البطرمان ما بيبقاش حامل ميا كتير لكن لما بنعمله فتحة في النص بيبقى مليام ميا آآ كتير معاب ميا كتير من البطرمان وطبعا انا اسمت الفلفل بتاعي على مرحلتين حبة غلتلهم ميا عشان دولم هيتكلوا بسرعة تاني يوم على طول هطلع منهم من البطرمان وهناكل منهم بالهنة والشفة كده آآ والحبة التانيين هخليهم آآ في قاع البطرمان عشان يعودوا كم يوم كده كمان لحد ما يستوي يبقى تعمه هايل هايل جدا دولم كده اهو اول ما غطسته في الميا المغلية بطلعه على طول وبرده تحت الحنفية معايا بقى حبة الخيار البطوعي بقطع البوز بتاعهم بالشكل ده من تحت ومن فوق وكمان بعمله آآ سقب من النص من وسط الخيارة كده بعمله سقب بالسكينة آآ ده الفلفل معايا الحبة اللي سلقتهم يعني قدتهم سلقة خفيفة كده ان انا غطستهم في الميا المغلية والحبة التانيين اللي انا ما عملتش فيهم اي حاجة خالص معانا بقى بطرمان حلو كده على قد الحبة اللي معانا وهنعمل ايه هنحط الفلفل اللي انا ما عملتوش ما ما حطتوش في الميا المغلية هحطه هو الاول هحطه من تحت يستوي بقى براحته على المناكل الحبة اللي فوق آآ الوش اللي انا عملتوه مدتهم سلقة خفيفة دولم بقى تلت ايام اربعة ايام هيبقى بقى شارب من الميا جميل جدا جدا وحبة الخيار دولم هيطلعوا كده حاجة لوز زي ما احنا شايفين بابتدي اعبي دولا بقى اللي انا غطستهم في الميا المغلية وطلعتوهم وبردتوهم خلاص بقى بحطهم فين على الوش بحط معاهم طبعا بحط الخيار بتاعي كله وهحط حبة الفلفل دول على الوش كده طبعا لازما بعد ما اتطلعيه من الميا المغلية يعني تسقطيه دقيقة بالزبط ويتطلعيه بعد ما اتطلعيه لازما تبرديه قبل ما تحطيه في البطرمان بتاعك ومعايا كده كان فص طوم كده التوم ده بيدي رحة هيلة يا جماعة وجربوه مش هتندمه متقطعين شريح كده بحطهم برش رشهم كده في البطرمان بتاعي وببتدي بقى اكمل بحبة الفلفل دول شرط يا جماعة لازما يكون الفلفل بتاعك بارد قبل اللي ما تحطيه في البطرمان برا دي خالص 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 مالية البطرمان بتاعي بقى كده بحط حوالي ربع كباية من الخل او نص كباية من الخل كده على حسب سعة البطرمان اللي معاكي قد ايه انت حطه ومعايا لمونتين حلوين كده هعصرهم وكمان هحط قشرتهم معاهم يدي ريحة حاجة كده سهلة جدا جدا وفي نفس الوقت هتبقى بقى ايه مدية حاجة كده خير في البيت كده حاجة جميلة بعبيل ايديكي طبعا انا عارفة الكمية التاعتي وعارفة الملح اللي هحطه قد ايه انت بقى يا حبيبة قلبي هتعملي ايه لكل لتر مية هتحطي تلات معالق من الملح تلات معالق من اللي احنا بناكل بيها الرز معلقة الرز كده المعلقة اللي احنا بناكل بيها معلقة الاكل هتحطي تلات معالق ملح على كل لتر مية كل لتر مية هتحطي تلات معالق ملح وتقلبيهم كويس وتحطيهم في البطرمان بتاعك وتفضلي كل مرة 3 معالق ملح ولتر مية لحد ما تملي البطرمان بتاعك انا بوريكم هو المية اللي انا حطتها جات لحد المنسوب ده طبعا هكمل البطرمان بتاعي كله بالمية بتاعتي لكل لتر مية بحطي 3 معالق ملح وبأكد لان هو ده الحض المزبوط جدا لكل انواع المخللات هتغضي حض المزبوط جدا لا حادق قوي ولا عادم قوي المية دي انا غلياها وركنتها على جنب بردت المية اللي انا بستعملها غلياها وركنتها على جنب تبرد عشان احنا في الصيف عشان المخلل بتاعي ما يطلعش ريم لكن في الشتاء بستعمل المية عادية من الحنفية وبرده المخلل بتاعي بيطلع زي الفل وما بيطلعش ريم بقلب وزود براحتي زي ما احنا شايفين لحد ما خلي كل المخلل بتاعي اتغطس بالمية ومعايا بقى كده كيس بلاستيك انا هستعملت كيس الملح اللي كان معايا قلبته وببتدي احطه دلوقتي هو بغطسه كده عشان خاطر ايه احافظ على الوش زي ما احنا شايفين كيس بلاستيك بمتاع الاولاد سندوتشات الاولاد كده وتحطيه او اكاس التلاجة تحطيه فوق الوش وتقفل البطرمان بتاعك قفل جيد بقى يكون البطرمان بتاعك كده محكم الغلق وتبتدي بقى تديله تقليبة كده عشان كله الملح واللمون وكمان الخل كله يندمك في بعضه ويبقى من اول البطرمان لحد اخره تاني يوم بالزبط هتفتح عليها تكلي من المخلل الجميل ده قدام عينيكي هيبقى الحبة الفلفل اللي فوق الوش هم اللي مستويين والتانيين حوالي يومين بالزبط كمان بعدها يعني 3 ايام بالزبط وهتاكل من الخيار الجميل ده وده كمان الفلفل اللي استوى اللي هو كان في قاع البطرمان تمام حاجة كده لوز العنب لوز العنب يا جماعة المخلل بتاع الخيار بتاعي حاجة تفتح النفس كده وبيقتم معايا مش مهري وكمان الفلفل بتاعي مستوي شكله كده يجيب النفس هايل 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 وبأكد عليكم مرة واثنين وثلاثة شايفين الخيارة بتاعتي بتقطم ازاي طحفة جدا وازا عجبكم المخلل البتاعي النهاردة ما تنسوش تشيرو مع اصحابكم وما تنسوش يا جماعة لو جيتوا لحد الدرجة دي معايا ما تنسوش اللايك اللي بيرفع معانا الفيديو واتمنى جميع وصفاتي تعجبكم وتنور رضاكم وكل سنة وانتم طيبين ترجمة نانسي قنقر